مهمة التعاقدات في لجنة التخطيط بتاعة النادي الاهلي مع الكابتل المحسن صالح ومع الكابتل زكريا ناصف لكن تم اسناد مهمة الاشراف على قطاع الناشئين كله لخالد بيبو وتطوير هذا القطاع فبالتالي تم اعفاءه من مهمته في لجنة التخطيط وهتم اختار حد تاني يتواجد خلال الفترة المقبل الحاجة من اتنين يا اما هيبقى حد تاني يتواجد او بداية ليه حل لجنة التخطيط بقى ترجع تاني لجنة اسمها الكورة او بتاع ما هيبان يعني خلال الفترة الجاية موليكا ده اللاعب اللي بقول له حضراتكم بتاع مازينب الكونجولي حتى الان الصفقة بتاعته لسه لم تحصل لنادي الاهلي ومهاجم والوكيل بتاعه قعد في موناكو دلوقتي